طبعاً مستر سوارش علشان برضو نتكلم عليه لان فيه ناس حكمت عليه يعني بسرعة بعد تاني ماتش وبعد اول ماتش وبعد تالت ماتش هو مازال الراجل مازال طبعاً هو بيدرس الفرق وبيدرس الفرق اللي حتلاعبنا طبعاً ودرس فرقة بيرامز وشايف نقاط القوة والضعف وعارف ان النهاردة ماتش مهم جداً 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 انت بتلاعب الفريق اللي فوقيك اللي في المركز التاني وهو عارف طبعاً ان انت نايس لك ماتشين بس لو كسبت زحزحت ونزلته تحتيك بإذن الله يبقى المكسب لفرقة النادي الاهلي لما نتكلم عن مستر سوارش الماتش اللي فات ظهرت بعض بصماته يعني يازم نتكلم على الراجل وعلى الجهاز الفني وعلى المجهود اللي بيتعمل لا ظهر بعض البصمات هتقولي بسرعة كده لا هقولك ان في حاجات في الملعب بينه او انها شغل موديل فني بينه مش عايزين نتحمل على الراجل مش عايزين نظلم الراجل مش عايزين نتصرع في الحكم على المدير الفني مستر سوارش ولكن بانت بصماته الماتش اللي فات في بعض الاشياء الفنية اللي احنا اتكلمنا عنها في الستوديو اللي فات ربنا يسأل النهاردة ان شاء الله استكمالاً لمسيرة الماتش اللي فات لان الناس بسقولك ايه الله طب ما اللعيبة عندها هو طب ما اللعيبة قدمت ماتش كويس طب ما اللعيبة قدمت اداء ومكسب ومكسب كبير كمان يبقى احنا مش عايزين ننزل عن كده اللي عجبنا المرة اللي فاتت الروح والاسرار والعزيمة روح واسرار وعزيمة ودي دايما اللي بتعلي النادي الاهلي عن اي فرقة روح واسرار وعزيمة دي دايما اللي بتصنع الفوارق بين النادي الاهلي واي منافسة